بسم الله الرحمن الرحيم معكم أستاذة زهراء خباز في هذا التسجيل سنتعلم رسم خط زمني ببرنامج مورد خط زمني أقصد كهذا لاحظوا كيف عندي خط مقسم إلى عدة أقسام وعندي بعض الشروحات مدرجة عليه كيف أرسم ذلك باستخدام برنامج مورد لاحظوا في هذا الملف قد أدرجت المربعات أو تقسيمات مربعات كيف أدرجها من خيار عرض لاحظوا عندي الـ Gridline عندما ألغي تفعيله تذهب أو تختفي عندما أفاعله أو أضع إشارة صح بجانبه فيظهر بعد ذلك أحتاج إلى رسم الخط من خيار إدراج لاحظوا عندي أشكال أختار هذا الخط وأرسم مباشرة عندما أرسم الشكل يظهر لي تبويب أستطيع من خلاله تنسيق الخط من ناحية اللون وعندي أيضا من هذا الخيار نفسه أستطيع أن أحدد الثخانة بعدها رسمت الخط أحتاج إلى التقسيمات عندي هذا الشكل أريد أربع تقسيمات أرسم أول خط وأقوم بتنسيقه أريد أن يكون لونه أيضا أسود ومن ناحية أعيد أن نقر عليه ليظهر هذا الخيار من ناحية الثخانة سأجعله هذه الثخانة واحد ونصف الآن كونترول دي أقوم بنسخه عدوا المربعات عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إداش اثنى عشر ثلاثة عشر فبالتالي المسافة ثلاثة عشر مربع ثلاثة أربعة خمسة ستة ويقصب الأخير إذا كانت النسخة لديك لا تظهر لك في خيار عرض هذا الخيار خطوط المدرجة أو المربعات تقسيم المربعات إذا كان هذا الخيار لا يظهر لديك فيمكن أن تقدر المسافة تقديم بعد رسمت التقسيمات أريد لاحظوا يوجد عدد دوائر واحد اثنان ثلاثة أربعة أربع دوائر فممكن اندراجها أيضا من أشكال هذا هو أول دائرة هنا كانت وتنسيقات هكذا يوجد عدة تنسيقات مباشرة يعني أو يمكن أن تخصص التنسيق من هذا الخيار هنا عندما تختار التعبئة وتختار الخط الخارجي لكن أنا سأختار التنسيق سريع لا أريد تفاصيل كثيرة هذه أول دائرة التي بعدها تأتي كونترول دي تأتي هنا تقريبا سأجعلها قبلها هكذا كونترول دي عندي واحدة أخرى هكذا ثم الدائرة الأخيرة بعد هذه الفترة هنا بعد ذلك أحتاج إلى إدراج مستطيلات كل دائرة تقريبا بجانبها مستطيل واحد اثنان ثلاثة أربع مستطيلات فهذا الشكل المستطيل يمكن تدرج المستطيل وترسم وتضغط زر الفأر الأيمن وتختار أو تستطيع من هنا عندك إدراج تختار تكست بوكس وتختار رسم مربع نص درو تكست بوكس وترسم كلاهما صحيحا ترسم مربع نص أستطيع أن أقوم بتنسيقه فأحدد أحدد أحدد لاحظوا الخط الخارجي التعبئة أنا أريده بلا تعبئة والخط الخارجي ليكن أسود أيضا وثخاناتها كذا جيدة الآن هذا المستطيل أستطيع أن أحدد كما تنسيق أي نص من خير التبويض بصفحة رئيسة جهته مثلا من اليمين أو في الوسط تجريب كتابة شرح وتستطيع أن تختار الخط وحجمه يعني كل تنسيقات الخط هذا نفسه تستطيع أن كنترول دي كما تعلمنا وتضع واحد هنا ثم آخر كنترول دي صارت الكتابة تقاربة تستطيع أن تقوم بأخذ الشكل هكذا أو تضيقه مثلا حسب المناسب يعني الآن كنترول دي هنا هذا أريد رفعها لتصبح طريبة من الخط الآن أريد أن أجعل هذا الشكل كتلة واحدة عندما أحرك أحرك الشكل كامل ولا أحرك جزء واحد فقط الخط أو فقط الدائرة أريد كله أن يتحرك فكيف ذلك أقوم بتجميع الشكل يوجد شيء اسمه تجميع الشكل أستطيع الوصول إلى تجميع الشكل في خيار نفسه وتنسيق الخط عندي خيار هنا لوحة التحديد نستطيع القول فعندما أنقر عليها لاحظوا نفسه وتنسيق الشكل تظهر لي كل العناصر التي أنا رسمتها فعند هذا العنصور هذا لا أريده فأبدأ من هنا هذا وأضغط زر كنترول لدي هذا أربعها تكستبوكس ثم الخط أو الدائرة بعد ذلك عندي الخطوط العرضية طبعا أنا أضغط زر كنترول في كل مرة أنقر عليها وعند الخط الأفقي هذه تحددت كلها هذه الرسمة كلها تحددت كل عناصرها ما عندي من عنصر هذا مربع النص إلى العنصر الخط العرضي الآن لاحظوا خيار كروب تم تفعيله كانا غير مفاعل فأنقر عليه كروب تجميع صرت أحرك الشكل كله ككتلة واحدة عنصر واحد إذا أريدت إعاد تنسيق جزء منه أستطيع أنقر علي مثلا هذا أريد إعاد تنسيقه لاحظوا أو هذا الشكل أريد إعاد تنسيقه فأستطيع التحكم بشكل من هذا النقر عليه أو أنقر على الشكل الكامل وأحركه بالنسبة لهذه لوحة التخطيط أو المربعات أظهرتها من View هنا هذا أعيد النقر عليها فتختفي في بعض النسخ لا يكون هذا الخيار موجود ولكن إذا كان الخيار موجود لديك أفضل من أن ترسم ثم بعد تحدد العناصر وتقوم بتجميعها لديك خيار هنا في إدراج عندك إدراج شكل لديك هذا الخيار نيو دروينج لوحة رسم فيدرج لديك لوحة رسم لاحظوا هذه لوحة الرسم التي أدرجها لو نزلت للأسفل في الصفحة هنا مثلا سأضغط أندو عندي هنا سأدرج لوحة رسم فهذه اللوحة مباشرة أي شيء أرسمه فيها لو رسمت الخط ثم رسمت الأسفل كونترول دي رسمت المستطيل طالما أنا أرسم داخل هذا لوحة الرسم فهي مباشرة الأشكال مجمعة ويمكن تحركها لماذا لا تتحرك لأنني لم أحدد التنصيق من هنا أحدد التنصيق الذي أريده خلف الناص عبره أنا عادة أختار عبر الناص فالآن بعد أن اخترت التنصيق المناسب أستطيع التحكم بالشكل كتلة واحدة فهذا خير جيد أن تدرج لوحة رسم وترسم وتكون الأشكال مباشرة مجمعة فيها وإذاك لن يكون لديك هذا الخيار تستطيع كما فعلت في السابق أن ترسم وبعد أن ترسم تقوم بتجميع العناصر بإظهار لوحة التحديد من تنصيق الشكل تظهر لوحة التحديد وتنقر على الشكل لاحظوا لأنه مجمع مع زر تنقر على الذي يليه فيتحدد ثم تضغط خيار كما شرحنا وهذه الأشكال أيضا تستطيع كما قلت النقر على أحدها وتنصيقه كما تريد إن شاء الله يكون الشرح مفيد وإذا ركتم شيء آخر متعلق بورد اكتبوا لي في التعليقات ودمتم بخير سبحانك الله وحمدك شكرا لا إلا تستثرك واتنبو إليك